ايه وقعدت كم سنة بقى في الاهلي؟ ست مواسم ست مواسم طيب قبل ما نسيب بس الزكريات الحلوة دي أعزو ألك بس ست مواسم أربعة دوري خمسة دوري من ستة أه خمسة دوري واثنين كاس مصر وواحد أفريقيا يعيني يعيني وانت طبعا كنتم من أكبر الهدفين في الفئة الحمد لله أول على طول أنا وكنا في الدوري متوازنة والخطيب على طول في الهدفين في الأفريقيا الحمد لله أنا خدت أفريقيا مرتين مرتين مع الزمالك أربعة وتمانية طيب الواقع بقى اللي انت سبت فيها النادي لأهلي مبلاش لا أبدا أعرف تددش برضو مع كابتن جهري برضو لا أرحمه الكابتن جهري ده عزيز عليها جدا لأنه برضو هو يمكن هو اللي خلاني أصم من أنا بلعب كويس يمكن 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 أخذك كابتن مصر في كاس العان ما أنا بقول لك هو يعني عدم اهتمامه بي يخليك تتمرن أكتر جايز بس يعني كنت صغار ما عرفش طبعا بس برضو الموضوع ما يكون فيه حنية من المدرب بتلاقي نفسك قوي جدا وفيه ثقة من المدرب بتلاقيك أقوم كتير طبعا فأنا مع كابتن جهري بلعب تأسيمة كده وكان عندنا ماتش تأسيمة تأسيمة ومصطف عبدو بيرفع كورة كده وأنا بحطه برجل ليمين بستة يارضة ستة يارضات كده فكان كرامي كان هو حارس المرمى فهو انت عارف كرامي كان وحش كان بيتير يعني فطار فطار على رجل السبتة رجله بقى ولا ايده ولا ايه لا جسمه كله طار على جسم السبتة جسمه على رجلك اللي على الارض فأعطمها نصين يا خبر فرجلت أصبت شمال ولا ليمين شمال أنا بيعطع بجمين كده هو وقع على دي على السبتة اللي سبتة في الارض وقع على وسطها فهو نزلت وقعت يعني تأطمت كده تأطمت أصبت فقاليت رجل بحط تاني أصبت رجل أصبت رجل بالشازية أوكي بالشازية يعني رجلي عملت كده فأنا طبعا شفتها ما حسيتش لقيت نفس الدنيا ده ده وخد بيها وبعدين كله عادي يجي جاري يشوفني يحط يده على وش ويلتم اللعيبة والدكتور وأنا نايم كده وشايفهم فقلت لا ده نجلي تأطعت صعب جدا فجاري مصطفى يونس جاب عربية جاري زيزو جاب عربية طبعا نوعلو لألقاب ما رحتفظ بألقاب لكل النجوم لأنهم كلهم زميلي بس كلهم كابعتين وعلى أدماجي من فوق بس عشان ما قادش كل شو نقول كابتن كابتن فجاري مصطفى يونس جاب عربية مصطفى يونس دخل الملعب وحطوا لي الدواسة شعلوا اللي عريق كده ولسه يحطوني في العربية جاءت اللي سعفة مش كان في دكتور موجود الدكتور وكله لا ما هو الدكتور اللي عمالي اللي عمالك التسبيتة دي التسبيتة دي اللي غاية ما ييجي الغاية ما انشلو العربية فالعسعاف جاءت طيعت على المستشفى فالعسعاف جاءت فالعسعاف جمع عملونا جبيرة نفقدها فرجلي رجعها شوية بس داخت بقى شوية تحجيات ويبترجع وروحت المستشفى وعملت عملية خدت فيها ستة وثلاثين غرزة وست مصامير وستاشر سنتي شريحة في رجلي يا خبر عادت بالزهب تلات ساعة ونص يعملها لي الدكتور مصطفى الشراوي اللي ارحمه والدكتور عظيم والدكتور وفين مكاوي اللي اتنين بصراحة هعملوها لي وكهتأوه مرة تتعمل في مصر ما فيش جبس مصامير مصامير وشرايا وقال لهم هيقعد تسع شهور بالمصامير دي ولو استحملها يجي يشيلها ويقعد سنة يعني ثلاث شهور كمان أوكي فبس فانا حصل ايه بقى مع النادي ولا حق مشيت بقى من النادي مشوني هم هم مشوني مشوني يعني جيه معاد القيد ما حطوكش في الليستة ولا ايه اللي حصل بالزبط يعني تم اخترك ازاي عايب نندردش لا 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 مش دعب لأ ليه ليه زهل العلوية اصلي بيقولك كابتن ده تاريخ انت بتحكي تاريخ تاريخ بنحب انا انا شغوف ان انا اعرف يا كابتن متحط نزلوني بعد ما عارفوا ان انا هاعد سنة او تسع شهور نزلوني عمبر مع ناس بعد ما كنت انا قاعد في قد الواحد يوم ايه والدتي عشان اه بالمتاجفة يعني قادرتش اني تسندني تأكيني كنتش قادر رجلي مكسورة مورد رحم نزليني ده عمبر على طول جيه مصطفى يونس وبعض اللعيبة بس مصطفى يونس للاول مجيه زور ملقنيش فهين جمال اقول له ده نزل تحت النزل اللي جابك هنا اقول له ما معرفش طول ما معرفش رحمتكلم تأسير الهواري رحمتطلع علي القوضة تاني وقال لي كل علاجة على حساب بتأيري تأسير الهواري حاجة تأسير جميل حاجة تأسير طبعا اه فدي فانا طبعا طب واختروك بقى ازاي بان انت مش مع الفرق انا اقولك بقى اه مبلاش كابتن بتحدي يا سيد احنا بندردش صهر الناس تحب تسمع الحكاية اكتر احسرها الكرة اللي بنتكلم فيها دي كل الدنيا بتتكلم فيها الدردشات دي جميلة شوات فاضل كابتن رحت المصمير كاتت في رجلي وبعدين بدأت اتأمشي بعكزات وكده ومش عارفها هتصور 82 كاس افريقيا مع النادل آلي اه تلعب 60 في المين مباريات ومجايبها ده فين رحت اتصور معهم قالوا لا متصورش وانت بالعكزين لا ممكن اشيل عكزين وعد اه عادي يعني كنت انت في سبيلك الى ال عايزة عايزة انا ملعب في نادل آلي وانا بتصف الملعب ده في التيتش اه اه بس لو مثلا انت ميقوس منك ما فيهاش مشكلة لكنهم كان عندهم امل ان انت ممكن تلعب صوروا الفرة كلها احتفالا بكاس افريقيا وانا لعب 60 في المين اه احتفالا بكاس افريقيا اللي اتحققت فعلا اه وانا لعب 60 في المين وجايب اهداف وهدف مهم اه روحت اه اه كابتن انور سلامة قال لي بعد 90 وقت طبعا اه لقيت المصامير بدأت وجعني في جلدي اه وحسيت ان اممكن تعملي غير جارينة يعني اه يا فرح تحق في جلدي اوي اه فاتصلت بدكتور مصافة قال لي لو ما جيتش قبل العيد الكبير تعمل لعملية تشيل المصامير اه انا مسافر حوالي شهر اوكي فمش هنلحق انا املي لك فه اه في العجوزة في العجوزة اوها في الدقي ام فمش نفس المستشفى اللي عملتها فروح احط هناك اه مهدم ام وتعلى لي بكرة قبل العيد اه كان فضل العيد يومين اه شاب تسافر يوم الوقفة اوكي فقلت له حاضر روحت راح النادى الاهلي اه مكنش معا فلوس خورس بعت عربتي بقى عدت سنة كاملة بصرف من الفلوس اللي كانت معايا ام كنت بجاوز اخوتي طبعا بصرف فبقيت كنت بس عاد ابويا شاب ابويا طبعا كموظف علي عدو ام فروحت النادى الاهلي رحت عادت مع مدير الكورة بتقوله انا عايز بس خمس ومين جنيه احطه مهدم شانا شيل الموسمين الهسن مدير الكورة كمين بقى وقتها اما فيش داعي برضو لا عاد ما فيش داعي ما انت كل مرة اقول لك عادي وبعايف لك ستقول لي اقول لي على طول كمين كابتن عادي زيوة لا 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 كان كابتن زيزو كابتن زيزو اوكي فبقول له كابتن زيزو انا عايز خمسمين جنيه بس قال لي بص انا مستعدة دي خمسمين جنيه طوله كايز ومستعدة كمان عمل لك ما عايز شو اعتزل وتعتزل طوله ربنا يا كرمك ده انا معيش ولا ماللي قال لي بس ليه شرط طوله شرط تحت امرك اي شرط انا بفق عليه قال لي تاخد فلوسك بتاع تلاقي اعتزل بعد سنتين احنا كل عادين عند الدرجة التالتة وفي تا دمارين ومستر اي دي كوتي كان اي اكلت شاي اي دي كوتي اوكي ويالليتين كانوا مع بعض جم مع بعض هو سلموا الفرق اه 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 روح تي ماشي من نص الملعب امت ما حسيتش انا امت من الجانب بس ليه ما تكلمتش خالد تكلمتش طبعا بيعجزني السنتين ياخد فلوسيا بقى اقعدش حد سنتين لجانب بلوسيا ده اخده ولا امنا فروح تي ماشي من نص الملعب اللي عيب هوية فيت مصر كنت اه جامع اه انت بجنون اه اه فالقوني ان انا بصراحة سبوه سبوه اه روح تي ماشي وراح وروح وروحت عالمستشفى راحت والدتي كنا كنت انا جاب لها غوشة دهب فراحت بعيتها بالليل وروحنا الصبح عطينا الخمس من جنيه في المستشفى في المستشفى ودخلت عملت العملية وانا بعد ما عملت العملية style؟ استغناء عن جميلة عطي بقا بعد ما فكرت الكلام دا كله ابقى بقا يعني هانا وجدت اني رسلنا ما كنا قللي انا ممكن اجهزك وتايرجع تاني بشكل فردي يعني؟ بشكل فردي ومع فرقيته رابات 18 سنة creates 11 from Iites اخ لذا كنت معه كده ولغاية ما جاهزني بيت خمسين في المية وبتا اجيب له اهداف وتمرنت معاه كان بقى جيل حسام وإبراهيم فكنت باتمرن معهم جامد جدا فجي قال لهم يا جماعة انت تخش الكنزمان تخش النادر للهوضة تلاقي اليمين قدت المدربين والشبال قدت مدير الكورة بس ما كانش فيه سقف فتسمع الكلام اللي جوا فكابتوا انا دخل قال لهم انا جهزت جمال دلوقتي وجاهز وانتوا لو خدتوا ممكن يعني يتزودوا يبقى سبعين في المية يلجع جماله عحيد تاني فهله بقول لك احنا مش فاضين ولا فاضين له احنا مركزين في الدور يعني احنا سمعت روح تيماشي فهو طلع يقول لي انا هواديك نادي تاني ملعنيش فاتصل بهاي في البيت قال لي انت بشي تنهي احنا سمعت قال لي لا لا انا هواديك نادي تاني وداني اعرضني على المصر الحاج ساد متولى لا رحمه رفضني قال لي كان مش عيرة جدا الاهلي يسيبوا وانا اخدوا ده البرسادية يموتوني اسماعيل اللي رفضني الترسانة رفضوني يا خبرة بي مين كان زميلي بقى في الوقت ده حمامة حمامة قال لي يا ابن انت عايز تلعب تاع البلاستيك قال لي انت عايز تلعب تقول له هايز هلعب قال لي ده ما تيجي الزمالك تقول له ما احترم من الاندية السورة ده اللي هي لا الشعبيات هاللي مزيجي الزمالك واللي اه طبعا طبعا اه ام الزمالك الصحب الشحبية الكبيرة الفوطة العربية ده يخدني قال لي تعالى كابتن بورجيلا نكلم لحاج سيدة حمزة اه فكلم لحاج سيدة حمزة كان مسك ايه كابتن حمزة اه مما يعدوا مجلس دورة اوكي كلموا وقال له عايزين جمال يجي الزمالك قال له خلاص رح مكلم لكابتن بورجيلا وكابتن احمد رفعت كابتن بورجيلا كان ارجل يعني احسن شخصي لا ده حاجة يا ملاك ملاك اه والله العظيم قال له ييجي ولو كويس اهل وسهلا بيه في ندز مالك لو حش مع السلامة اه طبعا فروحت رايح قال لي باستا جيمي لو انت هتفيدنا هقيدك وتلعب معنا مش هتفيدنا انا صريح يا ابني اقول لك مع السلامة تمام ما تلعبش كرة تانية بالضعاش وقتك ودي حاجة بزعالش احتزال واخر تقولوا حاضر يا كابتن اول ماتش ثلاثة هدف اول ماتش اه فالكابتن حلم زمورة كناعة في مدرجات المنص حلم زمورة اه قال له محمود قال له ولا ده تأيد ولا لأ على طول قال له اه كابتن تأيد افدف اه فبطلع بعتول لكاب سامري السيد في الهضع اه كان مدير إداري كان مدير إداري علشان اه قامضي اه فبيقول لكابتن جمال انت عايز كام اه بعد جيبت تلاتي جوال طبعا جمهوري الزمالك استقبيني استيبال كما تشودي بقى اه استقبيني استيبال كواس قوي قوي اه ابو حدي يجيب تلاتي جوال اه وكما كانش فيه هدفين ساعتا جيبنا كوارشي ساعتا لو تفتكر ايوه صحيح كان أياما براهيم يوسف هو اللي يجيب اللي جوال من الكورنر بس اه مش حد خالص كان اه كانت مش مش مشها مع ناصر إبراهيم بس ان شاء الله ما جيت انا بقى كوارشي بقى ناصر انا وناصر إبراهيم بينها ايوه بينها هدفين الفرق صحيح فقالت هاخد كم وتمضي طولهم دي يعني انتوا يبلتوني اه يعني انتوا هتلعبوني كرة تانية اه طب انا عايز طلب كبير جدا اه عايز طعم الزمالك بس طعم الزمالك مش عسولوث طولهم لا مش عسولوث اه ده كفين انتوا هتلعبوني تاني ياه يا كابتن جمال هتمضي طلقها قال لي طب يمضي وطلقها هاتلي الطعم الاول اه رحجيب لي طعم الزمالك اه افريقيا كنت هدف افريقيا الحمد لله اربعة وطمانين اه طب واخدنا الدورة اربعة وطمانين مم بعد سبع سنين مم ما اخدناش الدورة بي افريقيا اه